إذا أنت كان تعاملك مع زوجتك النمساوية غير تعاملك مع زوجتك السورية ما لا تلخلل عندك مو عندها مع السورية الآن زوجتي ما نصلي أنا وإياها فوق 22 سنة هلأ هو أساس أي زواج أنا برأيي الاحترام المتبادل أنا بحب البنات كتير وتمنيت دايما يجيني بنات وما عندي أي رغبة أنه يجيني صبي ما باقف لي على صعيد العائلة تزوجت من زوجتك كانت نمساوية كانت نمساوية تزوجنا 13 سنة مرة ثانية من سوريا ومرة ثانية من فلسطينية تجنست سوريا كان في فوارق عربية والتعامل مع سيدة أو امرأة أو زوجة فوارق وتعامل والصعوبة التعامل مع أجنبية وعربية أو سورية وإنت شخص عنده هذا يعني بيفرق بيفرق أو عنده مثلا تعامل هون شكل وهون شكل تشوف اختلاف الثقافات ما في شك بيعمل فوارق بس إذا أنت كان تعاملك مع زوجتك النمساوية غير تعاملك مع زوجتك السورية معنات الخلل عندك مو عندهم يعني إذا بتعامل هاي بطريقة أو هاي بطريقة معناتها في خلل بشخصيتك أنت بتكوينك تركتوا أنتو والنمساوية؟ يعني اختلافنا أنا كنت سافر كتير كان عندي شغل وكذا إلى آخر وفترة من الفترات حسينا بعادنا عن بعض واتفعنا عنه الفراب أفضل مع السورية؟ مع السورية الزوجتي ما نصلي أنا وياها فوق 22 سنة ومتحملة روحاتك وجياتك وطلعاتك؟ لا بالعكس في ثقة كتير كبيرة بيناتنا متبادلة في مساحة حرية كتير واسعة بيني وبينها من الطرف أمن في تفاهم كتير في حب كتير أساس الزواج الفني إذا بدي أحكي ثقة؟ هلا هو أساس أي زواج أنا برأيي الاحترام المتبادل قبل الحب وأبل أول مصر ما الحب طبعا يعني الحب ضروري ما في شك عاطفي ضروري أنه يكون في كيميا بين الروحين بس الحب هذا ما بيستمر إذا ما في احترام لإنسانيتك لحريتك لخصوصيتك كم مرة حبيت؟ يعني هذا سؤال ما بحب جواب عندك بنتين عمارهم؟ عمارهم هلا الصغيرة يسألي عمر 21 سنة الكبيرة عمر 33 عن جد ندمان أنك جبتهم؟ هلا شوف لما تشوف صعوبات الحياة أنا مثل ما قلت لك بس أني اليوم ما عمي عانوا اليوم برى البلد هنا صح؟ لا عم با هو شوف ما تتصور أنه إذا أنت برى البلد ما عمت عاني في دائما فيه تلبيات وإيجابيات في أي بلد بتروح له شايف كيه؟ بس أنت أنا بتطلع هيك للمستقبل لقدام بتشوف هلا مثلا عندك قضية الذكاء الاصطناعي وتطويره حتى يصير يعني حتى عنده مشاعر وعنده أحاسيس ممكن يكون بديل للإنسان يكون بديل للإنسان بشتى مجالات الشغل يعني اليوم فيه شباب عم يرسموا عم يستعملوا برامج للرسم صحيح عم يحط صورته عم يحط اقتراحه ويعطيه الذكاء الاصطناعي أشياء فعلا مذهلة يعني مثل واحد حاطت من يومين صورة لثقب أسود يعني من الذكاء الاصطناعي على طريقة سيلفادور دالي فجايب يعني تفاصيل سيلفادور دالي بشكل فضيع فالذكاء الاصطناعي مثلا أحد مخاوف البشرية اليوم الطريق اللي حيرح له يعني يمكن بعد شوي يتحقق يعني نبوءات بعض أفلام الساينس فكشن ونصير نحن عبيد للمكينات اللي بتسونا بتآمل مهي نظرية الشفرة اللي يزرعون لياها ويتحكموا فينا فيما مو يزرعون لياها ممكن الذكاء الاصطناعي والروبوتات هنا يعني لحالهم يسيطروا على العالم يعني ممكن بفترة من فترات زمالك أنت حاسي بحساب كل شي وهذا الشي نادر بالحياة الإنسانية أنه تطلع هاي المخلوقات عن سيطرتك يعني تصير تصرف شكل ذاتي مدام عم تعطيها مشاعر وأحاسيس وزكاء وإلى آخرين شفناها بأفلام أمريكية وفيه ناس بيقول لك ما ممكن الذكاء الاصطناعي يتفوق على الذكاء البشر يعني عندك يعني عندك آآ مثل بسيط موجود بحياتنا من آآ من عشرات السنوات اللي هو الآية الحاسبة في حدا بيقدر يحسب أسرع من الآية الحاسبة بين البشر لا وبناء على الحل يعني على الشغلة البسيطة ممكن يعني الناس اللي هم يشتغلوا بالذكاء الاصطناعي آآ ناس آآ يعني عباقرة um كنت بتفضل لك آآ عن البنات كنت بتفضل الذكور يكون عندك صبي لا لا بالعكس لا بالعكس أنا كان طول عمري آآILY آآ يعني بتمنى أنه يجيني بنات أنا بتصور لو إجاني شاب أو صبي ما بعرف كيف بدأ تكون علاقتي فيه يعني أنا أحب البنات كتير وتمنيت دايما أن يجي بنات وما عندي أي رغبة أن يجيني صبي خلي لك ياهن يا رب يعني بدي عنون هيك تجربتك العائلية وبالغربة شو بتقول يعني تجربتي بالحياة كانت هيك عائلية ناجحة وين كانت مثلا فاشلة لكن بمطرح مطارح نجحت الزوجية ولا العائلية يعني محيطي العائل بديحكي الزوجي لا لعبك يا زوجي ما فتنا بالعائلية أبدا شوف يعني الإنسان دايما بيبذل حق بيبذل جدو أنه يكون إنسان ناجح إن كان على الصعيد يعني كزوج وإن كان على صعيد أب وأسره وإلى آخره أحيانا يعني أحيانا متنجح أحيانا متفشل ويعني والحياة دائما يعني خطوط طالع ونازلي في عندك صعوبات في الحياة ممكن تستضم أنت وشريك حياتك فالحياة مو دائما يعني خط مستقيم بس دائما لما الإنسان بيراجح حاله وبيكون مرن وبيكون عنده استعداد إنه يشوف أغلاطه ويعترف فيها الحياة تستمر بسلاسة أكتر ترجمة نانسي قنقر